أكدت مصر ضرورة عدم الاستمرار في ازدواجية المعايير في الحفاظ على البيئة وغد البصر عن التدهور البيئي المتعمد في الأراضي الفلسطينية وفي كلمتها مام اجتماع الجماعية العامة للأمم المتحدة للبيئة أوضحت مصر أن عالم يرقب ويوثق ما يحدث للشعب الفلسطيني مشددة على أنه لا يمكن الاستمرار في إعطاء رسائل متضاربة فيها ازدواجية في المعايير كما دعت مصر لاتخاذ موقف موحد لمنح الفلسطينيين الحق الكامل في الحصول على احتياجاتهم الأساسية من مواردهم الطبيعية مشارة إلى تطابق شيء نفسه على منطقة البحر الأحمر ومعتبرة أن الوضع غير المسبوق هناك تسبب في تدمير النظام البيئي والتنوع البيولوجي والمياه البحرية